الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء لا تطال المحاكم وحسب وإنما الجيش أيضا حيث أعلن عدد من طياري الاحتياط في سلاح الجو أنهم لن يشاركوا في التدريبات المقررة الأربعاء المقبل بسبب ما وصفه بالثورة القضائية منذ إقامة الدولة نجحت الصئيلة في إبقاء الجيش خارج الجدل السياسي وعندما يتم إقحام الجيش في هذا الجدل سوف نرى تفشي وتوسع هذه الظاهرة وهذه المعارضة للخدمة العسكرية بالنسبة للجيش قد تكون الإنعكسات خطيرة للغاية وأكد وزير الدفاع أفغالانت أن بلده تواجه تحديات جمة وعليه فإن أي دعوة لرفض الطاعة تضر بمتانة الجيش ولذا يتوجب التفاوض حول الخطة القضائية لإيجاد صيغة توافقية الوضع اليوم يتطلب منا أن نتحدث وبسرعة نحن نواجه تحديات خارجية ثقيلة ومعقدة وأي دعوة لرفض الطاعة تضر بعمل جيش الدفاع الإسرائيلي وقدرته على تنفيذ مهامه أتوجه من هنا لكل جندي وضابط الجيش هو الحماية للدولة إسرائيل وجنود الاحتياط هم جزء من مصدر قوته الكبيرة أترك الجدل السياسي خارج جيش الدفاع أما رئيس حزب المعسكر الرسمي بني جانس من المعارضة فأعرب عن امتعاضه من النداءات برفض الطاعة في الجيش كخطوة احتجاجية ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ودع جنود الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلى أداء وجبهم في أي ظرف كان أوجه حديثي إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط والجنود النظاميين الذين يشعرون مثل الكثيرين في الجمهور أن الديمقراطية الإسرائيلية على حافة الهاوية سوف ننتصر في هذه المعركة عاجلا أم آجلا دولة إسرائيل وقيمها أقوى من أي حكومة أنا أحثكم على الاستمرار في الخدمة والاستمرار في الامتثال لاستدعاء الجيش لكم في أي حالة كما دعا جنس والذي أشغل منصب وزير الدفاع مجددا الحكومة إلى وقف هذه الإجراءات والبدء بالتفاوض حول الخطة دون شروط مسبقة اتساع رقعة الاحتجاجات ضد الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء تطال الجيش أيضا وهو ما يثير مخاوف لدى الاتلاف والمعارضة على حد سواء وذلك بسبب التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد من القدس حيا قاسم الحرة